تعد تقوية جهاز المناعة أمرا مهما جدا في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا حتى يستطيع جسم الإنسان مقاومته وتغلب عليه وغالبا ما يتم ذلك عبر تناول الأطعمة والمكملات الغذائية التي تعزز جهاز المناعة وتدعمه لكن كيف لنا أن نقوم بذلك أثناء الصيام خلال شهر رمضان للمزيد ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور هاني أبو نجا دكتوراه علوم التغذية العلاجية أهلا بك دكتور ويمكن أيام تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وفي تحضيرات لقلق في نفس الوقت لهذا الشهر بعض الأطباء نصحوا فئات معينة لعدم الصيام والبعد عن فترة الصيام في هذا الوقت في أزمة كورونا ماذا نتحدث عن أمراض المزمنة نتحدث عن مشاكل في المناعة طبعا خير مجبئيا هو احنا محتاجين نعرف الصيام في العلم الصيام في العلم ليه أشكال كثيرة جدا منه أن احنا ننقطع عن الأكل في فترة معينة ونأكل في فترة أخرى وده أشبه بالصيام شهر رمضان الكريم أو أن احنا ننع بعض الأكلات المعينة لفترة أيام محددة وده أشبه بالصيام الإخوة المزحيين أو أن احنا نبقى عندنا صيام عن المأكلات ونبقى بس عاملين ضايت أو عاملين نظام فقط للسوائل وده طرق الخيام العالمية المعترف بها في ألوم السردية وكلها ليها مميزات المميزات كلها رقم واحد أن احنا بنقدر نهذب كيمويات المقر رقم اثنين بنقدر نحسن أداء البنكريات واستقبال الخلايا للسكر وده مفيد جدا لمرضى السكر وكمان ده نقبل نقلل الانفلاميشن وده النقطة المهمة أو الانفلاميشن برانت وده نقطة مهمة جيدة لأنها بتزيد وترفع من جفاء الجهاز الملاح يبقى بالتالي الصيام ليه ثوايد كثيرة جدا نهيك طبعا عن أنه بيحسن أداء الكلا والكبد وأمراض الدم وأمراض القلب كلها مع تقليل الكوليسترول وتقليل الدون السلسل المنع بعض الفئات طول عمره موجود عشان لا ننفد أنظار الناس أن ده فقط لوقت الكورونا طول الوقت بننع بعض الحوامل منها تشوم بننع أصحاب الأمراض المزمنة اللي بيأخذوا أدوية بانتصام منها تشوم شهر رمضان هذا أمر طبيعي جدا قد نضيف عليه المراضي فقط هم أصحاب أمراض الرئة وجهاز التنفس أن هم ما يقدروش يشوموا شهر رمضان طيب دكتور هناك أيضا رأي آخر يقول بأنه في فترة الصيام ترتفع فيها نسبة المناعة بل تزيد أكثر لكن الخشية هو من جفاف الحلق وعملية أن الفيروس قد يهاجم الجسم في حالة جفافة والصيام لفترات طويلة وبالتالي نحن مقبلين أيضا على فصل الصيف هل هذا الأمر ينطبق على الكل أم أنه لا والله من هو في بيته وما أخذ احتياطاته وما عنده مشكلة وحتى وإن كان ربما مريض من الأمراض المزمنة بيستطيع الصوم وبالتالي شو رح نتعامل مع كبار السن هاي لو الله عادل هو اللي حضرتك قلته قلت الإجابة العلمية جوه سؤاله بفعلا هو ده اللي بيحسن لو حضرتك ملتزم أعبطك في بيتك ولو حضرتك ملتزم عدم النزول وعدم الإختلاف بالتالي أنت ما عندكش أي مشكلة أنا حضرتك في شيء لكن لو احنا في بعض البلاد اللي لسه الناس بتنزل لسه نزل تغطلت ولسه في عمل هنا هنتعرض لمشكلة كبيرة لنا وبالتالي الدول بتكرر الدول اللي فيها حجر والتزام بالمنازل 24 ساعة أكيد نسوم عادي خلص الدول اللي هنعرض بعضها للنزول والالتحام وركوب الموصلات العامة بالزحامها أعتقد أن هنا هنبقى الخطر هيزيد أكثر طيب دكتور يعني النظام الغذائي ونوعية الطعام الذي يعني في الفطار حتى الصحور كيفية تعويض الجسم وتقوية مناعة الجسم هاي ده برضو سؤال هايل جدا أنه نحن طول الوقت بنقول لنا أنه في مميزات للصيام نفسدها بإحتيار الأطعام البعضنا لازم نفهم أنه جسم البني آدم بيفقد أثناء الصيام معادن وليس سكرية يبقى أول تعويض هو تعويض بالمعادن حتى وإن كانت لسورة كباية مياة معصورة على نصف لمونة هنا بنعود كم المعادن اللي جسم بن آدم بيختاره وما بيختارش نهائي في فضلك السيام إلا الناس اللي رح تلعب مجكورة سبحية رح تعمل مجبوض وهي صايمة ده اللي ممكن يفكر سكرية بقيت البشر وهم التسعين في الماء من الصايمين يفقدوا معادن فتعويضها عن طريق زي ما قلنا ميا على لمون تعويضها عن طريق الشربة تعويضها عن طريق الأكلات اللي ترفع من جهاز المناعة ومنها البقليات ومنها شوفان على الفطار ومنها الانطمر على الفطار وتقليل العصائر وتقليل البسم على الفطار لأنه يرهق الجسم ويخلي بالحضرتك كل ما بتقلي الأكل أكتر والزيت يتحط على النار بطرة طويلة كل ما بنعرضه إلى اكتساب أضرار وبتسعى بالجسم أثناء العضل يبقى اختيار حضرتك وانت بتفصل هو اللي بيحدد إذا كان مكتسابات الصيام هتفضل معاك ولا حضرتك هتضر نفسك بعضين مكتسابات طيب بس خليني أسأل بس سؤال سريع هل مأكولات مثلا مثل الخيار أو البطيخ خاصة في فترة يعني السحور تساعد على بقاء الجسم رطب أو تساعد ايه تفضل السؤال ده كويس جدا برضا عادل لأنه ناس كبير أوي كان لفكرة كل ما كان المأكولات فيها نسب مياه أكتر كل ده مجزيز بدأ إجابة حيائية لأن الخيار والبطيخ نسبة المياه اللي فيهم موجودة بكثرة عن بعض المأكولات وبالتالي هتربط بحاجك وهتربط بجسمك ولكن برضو ثاني هيكدها الجسم خلال ساعات لكن ما فيش حاجة هتستمر معاك زي بدعة الزبادي بالضبط كده الوطن العربي بيلتهم كميات كبيرة من الزبادي على أمل إنه مش هيعطهشه وده مش حقيقة الله يقوي زبادي بالليل أحلى سحور شكرا جزيلا شكرا جزيلا